وأكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك توافقا دوليا على رفض التهجير القصري للفلسطينيين مجددا رفض مصر للتهجير أو لتصفية القضية الفلسطينية وخلال مؤتمرا صحفيا مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية شدد رئيس السيسي على ضرورة توفير أماكن آمنة في شمال قطاع غزة ووسطها وجنوبها تسمح بوجود فلسطينيين من أهالي القطاع إذن إحنا محتاجين خلال اللي إحنا في حدثنا مع دولة رئيس وزراء بلجيكا ودولة رئيس وزراء أسبانيا على أهمية أن المجتمع الدولي يقوم بتقديم مساعدات تكفي عاشة المدنيين والمواطنين الموجودين اللي بيعانوا من القطاع دي نقطة نقطة تانية تكلمنا أيضا على أهمية أن يبقى فيه مناطق أمنة والمناطق الأمنة بنتكلم عليها مش في جنوب القطاع إحنا بنتكلم على مناطق أمنة موجودة في وسط القطاع وشمال القطاع وجنوب القطاع تسمح بتواجد الناس التي فقدت منازلها وإحنا هنا بنتكلم على تدمير مش أقل من 40 إلى 50 ألف منزل تدميرا كاملا وأكتر من 70 ألف 100 ألف منزل تضرروا بشكل أو بآخر وبالتالي إحنا بنتكلم على مناطق أمنة تسمح بيعاشد وتواجد هذين المواطنين الهدف من كده إيه؟ ده كلامنا اللي إحنا تحدثنا فيه أن إحنا نساعد القطاع على أن فكرة تهجير الفلسطينيين مش بالتصريحات لأن اللي بيتم دلوقتي هو عمليا يجعل البيئة بيئة الحياة في القطاع مستحيلة وبالتالي ده دفع أو تهجير قصري بشكل أو بآخر إلى خارج قطاع غزة وأنا أكد وفيه توافق الحقيقة سواء كان في حديثي مع الرئيس بايدن في هذا الأمر أن أنا قلت له أن هذا الأمر خطير وهو أكد لي أنه لن يسمح أيضا بتهجير قصري خارج القطاع وهنا أيضا هذا الأمر تم تجديده مع أصدقائنا المسؤوليين الرئيس دولة أسبانيا ورئيس دولة بلجيكا على أمية عدم التهجير القصري إلى خارج قطاع وأنا من جانبي في مصر أنا أكد ده مبارح وبقوله النهاردة أن إحنا في مصر لن نسمح بذلك ترجمة نانسي قنقر